إدارة ريال مدريد تتعى خطة ذكية لخطف المغربية شرف حاكمي من نادي باريس سانجرمن دياز ينهي الجدل نهائيا ويبدأ بأول خطوة في الطريق نحو إعلان المنتخب الذي سيلعب لها مدارب المنتخب المغربي يختار الثلاث لعبين جدد لإصلاح أكبر مشكل في فريقها والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار دائما في خطوة استراتيجية تعكس طموحاتها الرياضية تعمل إدارة نادي ريال مدريد الإسبانية أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية تعمل على دراسة خطة محكمة لضم النجم المغربية شرف حاكمي الذي يشغل مركز الظاهر الأيمن في نادي باريس سانجرمن الفرنسي وهذه الخطوة تأتي في طار السعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين من تراز رفيعة متبعة بذلك نهجا مشابها لطريقة التي استخدمتها لجلب اللاعب الكالندي ألفونسو ديفيز من بير ميونيخ الألمانية ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا أتلاتيك المعروفة بتغطية الشاملة لأخبار الرياضة تتضح استراتيجية ريال مدريد من خلال خطتين محتملتين الخطة الأولى تتمثل في السعي للتعاقد مع حاكمي في صيف 2025 بسعر يتناسب مع قيمته السوقية وذلك قبل عام من انتهاء عقده مع نادي باريس سانجرمن بينما يعكس المصار الثاني توجها أكثر حذرا حيث يفضل النادي الإسباني الانتظار حتى انتهاء عقد اللاعب في صيف 2026 للتعاقد معه كلعب حر مما يعفي النادي من دفع أي رسوم انتقال ويذكر أن حاكمي ليس غريبا عن أروقة ريال مدريد فقد كان جزءا من الفريق منذ سننا مبكرة حيث تدرج في الفئات السنية للنادي قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول أواخر عام 2017 إلا أن مسيرته شهدت تحولا عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى بورسيا دورتموند في صيف 2018 ومن ثم انتقاله إلى باريس سانجرمن في صيف 2021 مقابل صفقة قدرة ب60 مليون يورو قادما من أنتر ميلان وتعتبر عودة حاكمي المحتملة إلى ريال مدريد بمثابة عودة الإبن الضال إلى بيته الأول حيث تترقب جماهير النادي الملكي بشغف تطورات هذه الصفقة التي قد تعزز بشكل كبير من قدرات الفريق الدفاعية والهجومية على حد سواء مما يسهم في رفع مستوى التنفسية للنادي في البطولات المحلية والأوروبية في تقرير حصري نشرت صحيفة آس الإسبانية ظهرت معلومات تفيد بأن النجم إبراهيم دياز قد بدأ بالفعل في الخطوات الإدارية اللازمة للحصول على الجنسية المغربية وذلك في خطوة مبدئية نحو تحديد الألوان الوطنية التي سيدافع عنها في المستقبل القريب كما أن مصادر أعلامية متعددة تؤكل أن دياز ما زال في مرحلة التفكير بشأن قراره النهائية مشيرة إلى أن سيداده لتجهيز ملفه للجنسية المغربية يأتي كإجراء احتياطي لأي خيار قد يقرره لاحقا لا سيما بعد الاتمام الكبير الذي أبداه اللاعب بمشروع الجامعة الملكية المغربية الكرة القدم المقدم لها ومن جهتها تقوم الجامعة الملكية المغربية ببذل جهود مكثفة تضمن تتنظيم لقاءات مع والد اللاعب ووكيل أعمالها في محاولة لإقناعهم بأهمية انضمام دياز للمنتخب المغربية بدلا من تمثيل منتخب إسبانيا وهي المحاولات التي تأتي في ظل ضغوط إعلامية كبيرة من الجانب الإسباني حيث يسعى الويز ديلافوينتي مدرب منتخب إسبانيا لإثبات حضوره القوي في هذه المنافسة على اللاعب وبالتزامن مع هذا كشفت تقارير الإسبانية أن ديلافوينتي قدم اسم إبراهيم دياز إلى القائمة الموسعة للمنتخب الإسباني السعداد للمباريات الودية المقبلة ضد البرازيل وكولومبيا في مارس الجاري وفي الأفق يظهر دياز كجزء مهم من خطط المنتخب المغربية لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 في حال نجح في التأهل والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في انتظار الإعلان عن القرار الهائي الذي سيتخذه اللاعب في خطوة قد تحدد مصار مسيرته الدولية بدأ والد الراجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي بدأ عملية تجهيز القائمة الأولية للمنتخب تمهيدا لضمها وتحديدها في وقت لاحق السعداد للمباريات الودية المرتقبة ضد أنجولا وموريتانيا في 22 و 26 من مارس والتي ستقام على أرضية ملعب أجادير الشهير ومن مصادرها اعتبرها موثوقة وقريبة من الراجراجي أفاد العربي الجديد بأنه حصل على معلومات حيوية وأحد هذه المصادر الذي فضل عدم الكشف عن هويتها أشار إلى أن راجراجي ينظر في ثلاثة خيارات محتملة لسد النقص في مركز الظاهر الأيصر بالمنتخب وهي الشاب أدم أزنو من بايرميونيخ الألمانية يوسف الخديم من شباب ريال مدريد وأدم مسينا من نادي تورينو الإيطالية وذكر المصدر أن راجراجي قد بدأ في تشكيل القائمة الأولية للمنتخب مع تركيز على ثلاثة لعبين لتعزيز مركز الظاهر الأيصر الذي عانى من بعض التحديات خلال نهايات كأس أمم إفريقيا في صحة العج وهم أدم أزنو الذي بدأ يحظى بثقة المدرب توماس تخيل في الفريق الأول لبايرميونيخ ويوسف الخديم الذي يتطور بشكل ملحوظ مع الريال وأدم مسينا الذي لديه خبرة مع المنتخب ويعتبر الأوفر حظا للعودة وتقوية صفوف الفريق في المعسكر القادم وخلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا اختبر رجراج عدة لعبين في هذا المركز بما في ذلك يحيى عاتية الله الذي انتقل حديثا إلى نادي سوتشيا روسيا ومحمد الشيبي من نادي بيراميزا المصري وانوساير مزراوي من بيرميونيخ لكن على الرغم من هذه التجارب ظلت الجهة اليسرى نقطة ضعف ومصدر قلق للجهاز الفني للمنتخب المغربية في البطولة الإفريقية الأخيرة مما دفع رجراج للسعي نحو إيجاد الحلول المناسبة لهذا التحدي بحثا عن اللاعب القادر على تحمل المسؤولية وتقديم أداء اللافت في هذا المركز الحيوي الذي شكل تحدي للفريق في السنوات الأخيرة هذا وأشارت تقارير إلى أن رجراج يفكر بشدية أيضا بشأن إعادة الهداف عبد الرزق حمض الله إلى تشكيلة الوسود وذلك بعد الأداء الكبير الذي أصبح يقدمه اللاعب مع ناديه السعودي اتحاد جدة وذلك في ذل تراجع مستوى المهاجم الآخر يوسفان سيري وعدم تقديمه لأداء قوية مع المنتخب المغربية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوديفور أصولكم ومشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدم على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتجاوب مع كل تعليقاتكم